استمرارا للتوتر على الحدود السودانية الإثيوبية قال شهود عيان إن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني وقتلت جنديا سودانيا وإن الجيش الإثيوبي تقدم داخل الأراضي السودانية فيما اتهم السفير الإثيوبي لدى السودان الخرطومة بالتعدي على أراضي بلاده وقال إن بلاده لتزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي بالأساليب السلمية لكن أدي صبابة ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف يأتي هذا بعد أن أكدت الخرطوم أكثر من مرة أنها لن تفرط بحقوقها على الحدود ولن تتنازل عن أي شبر غير أنها أكدت عدم وجود خطر نشوب حرب بين البلدين الجارين رئيس مفواضية الحدود السودانية قال إن على إثيوبيا الاستعانى بطرف ثالث لتحديد حدودها وفق المواثيق الدولية وإن بلاده تسعى إلى حل سلمي وكان وزير الخارجية السوداني قد ذكر في وقت سابق أن الحدود مع إثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق لكن إثيوبيا هي التي تزعم ذلك وتشهد الحدود بين البلدين اشتباكات دامية الأمر الذي دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها على الحدود في حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطو من الأراضي المتنازع عليها ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى اشتباكات مسلحة ترجمة نانسي قنقر